أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمينيا مصانع سكر أبو قرقاس الجديدة عن بدء موسم استلام محصول البنجر كأول تخصيص لشحن محصول البنجر من كافة المناطق الزراعية ونشدت الشركة المزارعين والإصلاح الزراعي والهيئات المتعاقدة مع المصنع نشدتهم التوجه إلى مهندسي المناطق لتحديد وسائل النقل اللازمة لشحن محصول البنجر كما تأمل إدارة الشركة التعاون الدائم في توريد محصول البنجر الخصم السكر انفراجة جديدة لأزمة السكر مع عودة مصانع سكر أبو قرقاس الجديدة للعمل مرة أخرى وبدء موسم استلام محصول البنجر أول تخصيص لشحن محصول البنجر من كافة المناطق الزراعية وقد ناشدت الشركة المزارعين والإصلاح الزراعي والهيئات المتعاقدين مع المصنع لموسم 2023-2024 التوجه إلى مهندس المناطق لتحديد وسائل النقل اللازمة لشحن محصول البنجر المصنع يستهدف 70 ألف طن من السكر إضافة إلى خط إنتاج جديد للأعلاف وتم تصنيع معدات جديدة بأيد مصرية ساهمت في توفير الكثير من التكلفة لمعالجة مشكلة فصل الأتربة والشوائب عن محصول البنجر تشغيل المصنع النهاردة وبداية يفتح الموسم النهاردة لتوريد محصول البنجر إضافة فيما يحص محصول السكر ويكون إن شاء الله داعم كبير في حال أي مشاكل تتعلق بتوفر السكر والسعر السنة دي مرضي جداً السنة دي كويس جداً يعني السنة دي السعر بالنسبة للسنة دي كويس جاو وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لمصنع أبو قرقاص نحو 38 ألف طن سكر قصب سنوياً إضافة إلى 78 ألف طن سكر بنجر سنوياً مما يعزز من مخزون مصر الاستراتيجي من السكر خلال الشهور القادمة